اشتركوا في القناة خلينا يعني نشوف فيديو الاول الفيديو ده هنشوفه نتفرج عليه وبعدين نحلله نشوف كده الفيديو لو سمحتو قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا واحدة واحدة معنا مولانا اقول ان الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب كيف كرمها بالضرب هي والله مش معقول كيف قال نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح شوف كرمها ان ضربها لا يضربها على وجهها حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها عجيب اذا هو يضرب للتأديب واذا ضرب لا يزيد عن عشر واذا ضرب لا يكسر عظمى ولا يقطع لحمى ولا يكسر سنى ولا يفقع عينى ادب عند الضرب اذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده الى اعلى بل يضربها بحذاء صدره كل هذا تكرم للمرأة هي تحتاج الى تأديب تحتاج الى تأديب فكيف يؤدبها زوجها بالوعظ فان لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران فان لم تنزجر بالضرب وجعل شروطا للضرب لا تضرب الوجه ولا تقبح وانت تضرب لا تقبح لا تسب ولا تشتب يا ابنة كذا انت كذا لا ممنوع هذا في الإسلام يضربها بإيه يضربها نعم بعصة صحيح قالوا ان ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا يضربها بعصة قصيرة واذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب كل هذا اختيار اختيار لإجراء العقوبة لكن هذا لا يكون إلا عند استحالة الوسائل السابقة كمن تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة وحدة عند امتناعها عن فراشه عند امتناعها عن فراشه نعم لأن أين يذهب الرجل هو يريدها وهي تمتني عنه فيأتيها بالوعب لا تاني يأتيها بالتهديد تاني يا مولا الحتة تاني 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 دي أنا أريد أن أسمحها منك تاني نعم يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان أكل عشان شرب عشان لا أيوة لا يكون إلا لأجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها أيوة عصية صغيرة قد كده قد كده يعني يمسك عود كبريت كده ويقعد يضربك تخيلي واحد طويل عريض ماسك عصية ويقعد أي يضربك كده بعودك كبريت تخيلي المنظر بيفكرني بيون الشلبي لما قال تيجي هحدفك بالورقة هحدفك بالورقة عارفة اللي فعلا استغربت لي إن الشيخ بيقول دي علشان الفراش آه طب وهو الفراش لو الزوج هو اللي امتنع عن الفراش ممكن حضرتك تدربي الموزيح بيقوله قولها تاني يا شيخ كأن الموزيح عايز يسمع مراته من فضلك من فضلك يا أختي الكلام ده هو مكتوب في القرآن إنك تضرب هل أنت جاية عشان تنضربي طب أرجوك أنا هوركي شيخ تاني بقى بيقول كلام مناقض عن كده تعالي نتفرج على الفيديو التاني حيكبرك والله يا شيخ رمضان وأنا بقولها لكم وحضراتكم عارفين كل واحد بيضرب مراته ويمدي إيده عليها شاف أمه بتنضرب كل واحد بيستسيغ وبيسمح إنه يمدي إيده على زوجته دي تربية إن غرضت في نفسه بالمحاكاة شاف والده بيتجرق على والدته وكل واحد بيحترم مراته بيحترم أيوة بيقولك الشيخ التاني بقى بيقول كلام مناقض بس كلام مناقض من تحت أختي العمه العمه شيخ جاية عشان تنضربي أنت أبوكي قدبك أنت أبوكي بيحبك والأب الأكبر اللي هو ربنا بيحبك أكتر من فضلك يعني شوفي الرسالة الحلوة إن الله أحبك ومش عايزك تنضربي أبداً شكراً جزيلاً وعايزاكي ترد علي من فضلك وتقولي لي هو تحت العمه